أهلا بكم عين قداسة البابا فرانسيس غبطة البطريار بيرباتيس سابت سبالة بطريارك القدسي للاتين كاردينالا في الكنيسة الكاتوليكية وعلنا قداسته في ختام صلاة التبشير الملائكي عن عقد لقاء في الثلاثين من شهر أيلول المقبل لتعيين كرادلة جدد وذلك قبيل بدء سينودوس الأساقف الموافق في الأول من شهر تشرين الأول القادم ومن بين هؤلاء الكرادلة الذين تم تعيينهم من جميع أنحاء العالم رئيس دائرة عقيدة الإيمان ورئيس دائرة الأساقفة ورئيس دائرة الكنائس الشرقية وبدوره وجه غبطة البطريار بيربات سابالة رسالة شكر فيها العائلة الكنسية بكافة أطيافها الرعوية والمؤسسات الكنسية على مشاعرهم الطيبة لتعيينه كاردينالا للكنيسة الكاتوليكية وبهذه المناسبة تتقدم فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل من غبطة البطريار بات سابالة بأحر التهاني والتبركات داعينا لغبطته بالتوفيق والنجاح في خدمته الكنسية ورسالته الرعوية اشتركوا في القناة